خامس كيفكم اليوم؟ اليوم رح نبلش بدرس جديد وهو درس المحميات الطبيعية في وطني صفحة 54 بدرسنا رح نتعرف على أهم المحميات الطبيعية الموجودة في الأردن ورح نتدرج وحدي وحدي فيهم ورح نحكي عنهم كل وحدي على حدة أولاً بدنا نعرف شو يعني محميات طبيعية ما المقصود بالمحميات الطبيعية؟ هي منطقة معينة تقوم الدولة بإنشائها حفاظاً على حياة بعض الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الإنقراض هي منطقة معينة تقوم الدولة بإنشائها حفاظاً على حياة بعض الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الإنقراض هي عبارة عن منطقة معينة بتختارها هالدولة وبتنشئها عشان تحافظ على بعض الحيوانات والنباتات المعرضة إنها تنقرض وتبطل موجودة في الطبيعة طبعا في عندي السؤال اللي بعده مجيها المسؤولة عن إنشاء المحميات الطبيعية مجيها المسؤولة عن إنشاء المحميات الطبيعية اسمها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يمشي شوي معي خامس ما هي الأنشطة التي يمارسها الزائر في محميات الأردن الطبيعية ما هي الأنشطة التي يمارسها الزائر في محميات الأردن الطبيعية في عندي مجموعة من الأنشطة خامس بروح إزائل للمحمنيات الطبيعية وبمارسها واحد بمارس مختلف أنواع المشي بمارس مختلف أنواع المشي أيضا تنظيم رحلات السفاري ومراقبة الطيور والحيوانات بصير هناك تنظيم لبعض الرحلات مثل أن هناك أشخاص بحبوا يراقب الطيور والحيوانات أيضا رحلات السفاري ورحلات التخيم التجول في الطبيعة ثلاث والصحراء وشراء المشغولات التقليدية من السكان المحليين طبعا في المحميات الطبيعية في هناك أشخاص بحبوا يعملوا مشغولات تقليدية فالناس بتروح على هالمحميات الطبيعية عشان تشتري هالمشغولات التقليدية رح نبلش بأول محمية وهي محمية الشامري لكن قبل ما نبلش أكتب هذا السؤال أذكر المحميات الطبيعية الموجودة في الأردن أذكر المحميات الطبيعية الموجودة في الأردن واحد محمية الشامري اثنين محمية الأزرق المائية ثلاث محمية وادي الموجب وأربعة محمية ضانة وخمسة محمية غابات عجلون وستة محمية وادي رب أولا رح نبلش بمحمية الشامري طيب لو سألتك سؤال يا خامس ما هي أول محمية للأحياء البرية في الأردن؟ ما هي أول محمية للأحياء البرية للأردن؟ في طالب شطور منكم شو بيحكيلي؟ محمية الشامري محمية الشامري يا ميس الآن أي محمية الدولة بتقوم ببنائها بكل مجموعة من الأسباب أكتب السؤال التالي أذكر أسباب إنشاء محمية الشامري أذكر أسباب إنشاء محمية الشامري واحد إعادة إطلاق المهل العربي المهدد بالانقراض في موطنه الأصلي زيادة أعداد الغزلان الصحراوية مثل الريم والنعام والحمار البري وأيضا إضافة إلى عدد كبير من النباتات البرية المتنوعة أهمها القطف والشيح والطرفة يعني عملوا هالمحمية بس مشان بما معنى يعملوا على إعادة إطلاق المهل العربي هايو هاي بالصورة مبين أيضا يزيدوا الغزلان البرية الصحراوية وأيضا بده يكون هناك عدد كبير من النباتات المتنوعة الآن رح ننتقل إلى محمية الأزرق المائي ثانيا محمية الأزرق المائية طيب يا خامش ليش سموها المحمية بهذا الاسم محمية الأزرق المائية اكتب هذا السؤال لماذا سميت المحمية بهذا الاسم بتحكي لي يا ميس بسبب أن هناك واحة الأزرق المائية التي تمثل جزء من مساحتها هذا هو السبب يعني يوم ما نروح على محمية الأزرق المائية بشوف واحة كبيرة واسمها الأزرق المائية هي بتغطي جزء كبير من هالمحمية الآن بدنا نحكي عن مميزات محمية الأزرق المائية اذكر مميزات محمية الأزرق المائية واحد تغطيها البرك والمستنقعات والنباتات المائية في عنا كثير من البرك والمستنقعات والنباتات المائية يشوف بالصورة أيضا توفر المحمية بيئة آمنة للطيور التي تعيش هناك أو تمر بها هاي اثنين في عنا بيئة آمنة المحمية بتوفر بيئة آمنة للطيور أيضا تسخر بالأحياء البري النباتية والحيوانية هناك الكثير من النباتات والحيوانات الموجودة بالمحمية الآن رح ننتقل إلى محمية وادي الموجب وادي الموجب طبعا اكتب هذا السؤال اذكر مميزات محمية وادي الموجب اذكر مميزات محمية وادي الموجب واحد اخفض محمية على وجه الأرض اخفض محمية على وجه الأرض مين هي اخفض محمية على وجه الأرض يا خامس ممتازين محمية وادي الموجب محمية وادي الموجب أيضا اثنين يقع جزء منها على ساحل البحر الأحمر يقع جزء منها على ساحل البحر الأحمر ثلاث تتكون المحمية من سلاسل جبلية صخرية وعرة وأودي فيها مياه نظيمة نظيفة دائمة الجريان وأربع مكان مناسب لمحبي المشي الطويل وتسلق الجبل شوفوا هاي هي محمية وادي الموجد شو منلاحظ فيها سلاسل جبلية وأيضا ايش فيها الناس بتتسلق لأنه فيها الصنجبال الآن رح ننتقل إلى محمية ظانة محمية ظانة اكتب هذا السؤال اذكر مميزات محمية ظانة اذكر مميزات محمية ظانة واحد تعد أكبر محمية طبيعية في الأردن تعد أكبر محمية طبيعية في الأردن مين هي أكبر محمية طبيعية في الأردن يا خامس مين محمية ظانة ممتازين اثنين تحتضن المحمية أكثر من ثمانية نوع من النباتات تتخيل فيها هالمحمية 800 نوع من النباتات يعني أنواع كثيرة من النباتات ثلاث تتميز بتنوع فريد وكبير في مظاهر الحياة فهي موطن للعديد من أنواع الطيور والثديات المهددة بالانقراض فيها طيور وفيها ثديات مثل إيش الثعلب الأفغاني الماعز الجبلي أربعة لممكن لمحبي الطيون ممارسة العديد من الأنشطة في هذه المحمية مثل مراقبة الطيور زيادة دكان الطبيعة الذي يحوي منتجات حرفية للسكان الآن رح ننتقل إلى محمية غابات عجلون وأكتب السؤال التالي أذكر مميزات محمية غابات عجلون أذكر مميزات محمية غابات عجلون واحد تمتد فيها الهضاب المكسوة بغابات البلوط والسنديان والفستق الحلبي وأشجار الخروب والفرولة البريع تخيل معي فيها عبارة عن هضاب شوفوا هاي محمية غابات عجلون فيها هضاب كلها غابات بلوط والسنديان وفستق اثنين أماكن للتخييم تتوفر فيها مرافق أساسية لغرض الإقامة الريفية فيها أيضا أماكن للتخييم عشان يستنتعوا بالمناظر الطبيعية ثلاث منطقة محببة للمصطفين العرب ومحبي المشي والطبيعة فيه ناس بتحب المشي بتروح على محمية غابات عجلون الآن رح ننتقل إلى محمية وادي رم وأذكر مميزات محمية وادي رم بتحكي لمس واحد تمتاز بجمالها الطبيعي مما يجعلها مقصدا لألاف الزوار وادي رم يعني بوادي رم هالمحمية محمية وادي رم موجودة في وادي رم طبعا فيها جمال طبيعي ورائع وصارت مقصد للكثير من السياع اثنين فيها حماية موقع التاريخية والأثرية وتلك التي تتميز بطابع جمالي خاص أيضا فيها مناطق أثري وتاريخية ثلاث تشجيع السياحة البيئة الصحراوية وتطويرها على نحو ينجلب المنافع الاقتصادية والاجتماعية لأهل المنطقة يعني صار في عندي سياحة للبيئة الصحراوية أي حدا ممكن نروح على وادي رم هناك بشاهد محمية وادي رم هيك أنا بكمل الدرسي لليوم وحكينا على أهم المحميات الموجودة عندي في الأردن بس ظل شغلي بسيطة يا خالس وانتبه معي له الجدول الموجود في أسئلة الدرس خلينا نحلو أنا وياكم بشكل سريع عنا املأ الفراغ بما هو مناسب في الجدول الأعتي اسم المحمية والوصف اسم المحمية أكبر محمية في الأردن إيش؟ محمية الظانة ممتازين تمتد على عدد من الهضاب المكسوة بغابات البلوت والسنديان والفستق الحالوي حكينا فيها هضاب مكسوة إيش هي؟ محمية غابات عجلون ممتازين رائعين ثلاث محمية الأزرق إيش وصفها؟ تقع في الصحراء ممتازين الشرقية الأردنية وتوفر بيئة آمنة للطيور أول محمية الأحياء البري في الأردن محمية الشامري تتكون من سلاسل جبلية سخرية وعرة وأودي فيها مياه نظيفة دائمة الجريان وتفرجنا عصورتها وحكينا إنه الناس بتمارس فيها رياضة التصلق إيش اسمها؟ محمية واد الموجب أحسنته الآن رح ننتقل إلى محمية وادرة تضم جمال شاهقة وتعدل آلاف الزوار سنويا إذن تضم جبال شاهقة وتعدل آلاف الزوار سنويا يلا اللي ما يلحق يكتب يكتب معي هون محمية الضانة محمية الضانة محمية غابات عجلان تقع في الصحراء الشرقية الأردنية وتوفر بيئة آمنة للطيور محمية الشامري محمية واد الموجب تضم جبال شاهقة وتعدل آلاف الزوار سنويا تمام هيك بكون أنا أكمل الدرسي لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته